هواس الدايت بقى منتشر كتير في السنين الأخير وده اللي بيخلي بعض الناس تلجأ للأنزمة الخطر وطبعاً ده بيمتج عنه أضرار كتير تعالوا نشوف رأيي الدكتور أنزمة خطر جداً الناس بتعملها خلال تنظيم الغذائي الأنزمة دي لها مشاكل كتير جداً ومشاكل صحية تكاد تكون خطيرة جداً هنقول إيه هي الأنزمة الخطر وإيه المشاكل الصحية اللي ممكن تنتج على وإزاي نتبع نظام غذائي صحي أولاً إحنا علشان نكون متفقين التنظيم الغذائي هو يعني مسئولية طبيب التغذية المختص بالقصة دي لأن طبيب التغذية فيه كام عنصر هو بيهتم بيهم جداً فيه كذا نظام ضاية طالع جديد وفيه أدوية وفيه حاجات كتير خطأ إحنا بنبعد نفسينا عنها بنبعد نحاول نقول للناس إن إحنا نعمل نظام غذائي متوازي بحاول أكل أنا عزائي نظام الغذائي الصح إن أنا أباكل لأنا عاوزه بس بكميات معينة يعني ما أقولش مثلاً لازم الأول أو روح مثلاً لدكتور أشوف أنا طبيعة جسمي عاملة أزاي؟ أعمل تحاليل أشوف لو أنا مثلاً ممكن يجيلي أنا ممكن فيه ناس بتدخن من حاجة معينة يقول لي مثلاً هتاكليها هتاكليل حاجة لتواسق كميات قليلة جسمك مثلاً محتاج في كل يوم أيني أنا بوزن بروح أعمل حاجة اسمها إن باضي ده جهاز باضي كومبوديشن ده جهاز تكوين الجسم الجهاز دوت بيطلع كل حاجة في الجسم نسبة العضلات قد إيه نسبة الماء في الجسم قد إيه نسبة الدهون قد إيه وزن العظم قد إيه وزني أنا قد إيه مفرودي بقى قد إيه لو أنا مثلاً بشوف هي في معادلة صعبة بس هي بالنسبة تبسطها في حاجة كده اللي هو أنا بشوف وزني لو مثلاً وزني مئة كيلو بضربه في ثلاثة علشان أطلع السعرات الحرارية اللي أنا المفروض أستفيد بيها العنصر الأولاني التنويع العنصر الثاني هو ترتيب السعرات الحرارية بشكل متناقص وبشكل سليم الحاجة التالتة هو الحفاظ على العنصر الغذائية اللي فيها الفيتامينات وفيها الأملاح المعدنية الضرورية لصحة جسمك بشكل عام طيب إيه اللي بيحصل خلال التنظيم الغذائي الخاطئ أو الممارسات الغذائية لشكل سليم بيتيجي واحدة عايزة تخس وتنظم أكلها فبتروح تعمل شكل من أشكال الرجيم الخاطئ تجيبه من على الإنترنت أو تاخد تجربة زي تجربة جارتها تجربة واحدة صاحبتها في الشغل وتبدأ تاخد التجربة دي اللي هي مش مظبوطة عليها طب إيه هي أشكال الرجيمات الخاطئة اللي الناس ممكن تعملها هي رجيمات الموضة وإحنا كأطباء تغذية أطلقنا عليها رجيمات الموضة لأن هي حاجة طلع موضة بتطلع بين الناس موضة زي الرجيمات البلح باللبن زي رجيمات الزبادي تولي اليوم زي رجيمات الكيميائية بمختلف أشكالها في ناس بتاخد الرجيم الكيميائي بشكل معين خليني أقول لكم إيه فكرة الرجيم الكيميائي وهو عبارة عن إيه والليه سموه رجيم كيميائي الرجيم الكيميائي هو رجيم بيغير في تفاعلات الجسم الكيميائية بدل ما الجسم بيحرق النشويات علشان يحصل على الطاقة بيحرق حاجات تانية علشان يحصل على الطاقة وده حصل تغير في التفاعل الكيميائي بتاع الجسم نتيجة لأنك بتاخد عنصر واحد يعني بييجي اللي بيعمل نظام غذائي بيأكل طفاح طول اليوم لمدة أسبوع فده اسمه رجيم غلط رجيم كيميائي بيأخد زبادي طول الأسبوع كل يوم يأكل زبادي الصبح وزبادي بالليل وزبادي الظهر أو يأكل خضار صبح دهر بالليل لمدة أسبوع ويفضل ماشي مجموعة أسابيع على الموضوع ده هو ده اسمه الرجيم الكيميائي أخطر أنواع الرجيم الرجيم ده بيدي نزول صحيح سريع في الوزن لكن سرعان لما الوزن بيرجع يزيد أكتر من الأول طيب الناس اللي بتعمل الرجيم الكيميائي بتعملوا فترة قد إيه وممكن يعمل مشاكل شكلها عاملة إزاي أولاً الناس بتعمل الرجيم الكيميائي مجموعة أسابيع بيعمل مشاكل صحية كبيرة جداً ممكن تبقى المشاكل الصحية دي حصوات على المرارة حصوات في الكلا ممكن الرجيم الكيميائي يقلل الدهون اللي بتشيل الكلا أو الكبد فيخلي الكلا أو الكبد يسقط يعني بيخلي سقوط داخل الكلا والكبد جوى الجسد يقعوا من مكانهم الدهون دي هي مخدات بتستراح عليها الكلا والكبد عشان كده أنا دايماً بقول إن الدهون دي ليها وظيفة زي تثبيت أعضاءنا الداخلية طب اللي بيحصل إن السندات دي أو إن المخدات دي من كتر الرجيم الكيميائي وإن الأكل غلط يحصل وقوع يعني لو هو عشان يخس بيقلل 3000 سعر حراري اللي بياخدهم يعني مثلاً يبدأ 2500 ما يبدأش إن هو ياخد 1000 سعر حراري في اليوم هيخس هيخس في شهر وهيخس كمية كبيرة بس هيبقى بيرجع يدخل تاني بسرعة مجرد إن هو مثلاً يأكل أكلة بسيطة يأكل مثلاً حاجة هو نفسه فيها هو حرم نفسه يعني من حاجات كتير وعلشان يخس بسرعة دوت مش بيكون صح فيه أنظمة كتير مثلاً كيتو اللي هو نظام الدهون بيعتمد على إن هو بيخلي يدخل الجسم الدهون وبروتين يبقى مثلاً 70% دهون 25% بروتين 5% بس في المية كربوهايدريت النظام ده بيعتمد إن هو طبعاً الحاجة اللي بتحرق الجسم اللي يخلي الجسم اللي هو يشتغل الكربوهايدريت هو بيقل الكربوهايدريت علشان يحاول يحرق دهون طبعاً الناس كتير بتخس عليه وناس كتير مشي عليه وبيخس وبيجيبه النتائج تمام بس لو حد عنده سكر أو حد عنده كوليسترول أي مشاكل في القلب مش يقدر إن هو يأكل دهون لو هو عنده مشاكل صحية تانية مثلاً في التحليات بين عنده مش ينفع يمشي على كيتو مش أي حد يمشي على نظام كيتو مش أي حد يمشي مثلاً على نظام معين هو أحسن نظام المفروض الناس تمشي عليه اللي هو بيأكلوا وجبات يعني ما يوصلوش اللي هو يجوعوش نفسهم ويأكلوا مرة واحدة وقبتين أو وقبتين أو وقبتين نقول لي اليوم يا عم أنا مكلتش على وجبة واحدة أنا ما بخسش ليه طب أنا مكلتش على وجبة واحدة بس ويه أنا جسمي كده بيحاول بأي خزن هو مش فاهم المخ بيبعت شراط إن هو يخزن كل الحاجات دي لأنه هو مش مش فاهم هو خايف الجسم يكون مش هيدخلوا أكل تاني لأنه طول اليوم قاعد جعان وبعد كده يأكل كميات مهولة من الأكل هو لو مثلاً يعني كل تلات ساعات أو كل أربع ساعات أنا مش هحسب الجوع قوي فهاكل الحاجة اللي هي أنا هستفيد بيها يعني هو لحدة مشبع يعني مش هوصل لفكرة الجوع كبيرة قوي علشان هاكل كمية كبيرة قوي لأنه ممكن الكمية دي قسمها علشان الجسم يبدأ إنه هو يحرق أحسن نظام متبع نظام إنه هو أنا باكل كل حاجة بس بكميات قليلة باكل كاربوهيدرات باكل بروتين باكل دهون باكل ألياف باكل كل حاجة لازم أكل منها يعني أقول لك ممكن يا عم يدوء من الأكل إن في نظام يقول لك نظام اللوقايمات ده نظام ده كويس بس دوق من كل حاجة موجودة على الصفرة خد من كل حاجة معلأ أكده انتكلت كل حاجة وهتشبع ده المشكلة في بقى حاجة كمان أقول لك خد أدوية الأدوية هتخسس هتخسس الكيتو جما هيخسس بس مش هيكون بطريقة صحيحة الأدوية طبعا ممكن يبقى مثلا موظم الأدوية تبقى حاجة عام زي ديوريتك بتنزل الميا اللي في الجسم شكل من أشكال الرجيمات الخاطئة هو الرجيم الكيميائي الرجيم الكيميائي اللي هو مبني على استراتيجية الشكل الواحد لفترة طويلة يعني أنا بعمل مجموعة أسابيع من تنظيم غذائي مبني على شكل واحد شكل واحد زي أن أنا أكل طفاح طول اليوم أو أكل زبادي طول اليوم أو أكل خضار طول اليوم فيه ناس بتاخد شربة الكرومب طول اليوم بتشرب شربة كرومب فيه ناس تانية بتاخد بلح بلبن طول اليوم فيفضل أسابيع كتير على هذا النمط الغذائي فترة طويلة فبالتالي جسمه بيبدأ أنه يحرق ويخس بسرعة وهو للأسف بيبقى فرحان قوي بفكرة أنه خاسس بسرعة الخساسان بيكون خساسان مش حقيقي خساسان من العضلات خساسان من المية ودي من إحدى المشاكل اللي موجودة وكمان بتحصل مشاكل صحية أكبر من كده أقول لكم إيه المشاكل الصحية زي أن لما تعمل الرجيم الكيميائي فترة طويلة هتلاقي إن شعرك بدأ يقع لأن مخزون الحديد بدأ يقل أو تلاقي مثلا إن ضوافرك بدأت تتكسر لأن الزنك والحاجات اللي موجودة عندك بدأت تقل أو تلاقي إن بشرتك بدأ يحصل فيها بعض التجعيد زي لأن أنت الكولاجين عندك بدأ يقل أو نلاقي إن الهالات السودة بدأت تظهر تحت عنيكي وده نقص فيتامين إي ونقص حاجات معينة بدأت تأثر على رونقك الإطلالة والنضارة بتاعت البشرة نفسها بدأت تقل ودي حاجة بتضيقك إنها بدأ يحصل بعض الرينكلز بعض الخطوط اللي هي بتأثر على جمالك وعلى شكلك بروفايل ويشك نفسه بدأ يتغير بشكل تحس إنك مرضانة تحس إنك شاحبة جالك أنيميا جالك حاجة صحية ففي مخاطر وفي بعض المضاعفات اللي بتحصل مع الرجيم الكيميائي أولا هي نقص في بعض الفيتامينات اللي بتأثر على الشعر والدوافر والبشرة وبتأثر على الشحوب ونضارة البشرة ومش بس كده كمان بتعمل خطوط ورينكلز بعض التجعيد والشكل بيكون بين إنه أكبر وإنه بتأثر على الجمال بتاعة السيدة ودي بتخليها تتدايق جدا من القصة دي ده مش بس كده ده ممكن يحصل فقر في الدم وبيتيجي أنيميا بشكل كبير جدا والأنيميا دي مشكلة كبيرة ومشكلة خطيرة جدا لأن هي ممكن للشخص اللي جاله أنيميا من اتباع النظام الغدائي يدوخ ويتعب ويبدأ يقع وهو في شغل يقع وست البيت وهي واقفة تطبخ اتلاقيها داخل ووقعت وواحده بيصلي إلاقي نفسه وبدأ يقع فالأنيميا دي مشكلة كبيرة جدا ومن ننساش كمان إن الأنيميا هو نقص مخزون الحديد والحديد ده لي علاقة بإنه بيودي الأكسوجين للمخ وللخلايا فإذا إحنا مش هيبقى عندنا حيوية وعلى نفسنا تعبنين وكسلنين وهبطنين ودي المشكلة التانية مع اتباع النظام الغدائي أو النظام الخطير اللي بنعمله وبنلجأله هو شايف الفكرة دي لأنه هو طول ما هو شايف نتيجة في الميزان لأ هو كده فاهم إنه هو تمام أنا بخس شايف النتيجة أنا مثلا كل أسبوع بنزل كيلو بنزل اتنين كيلو بنزل كيلو ونص هو شايف إنه هو كده ده تمام يبقى هو كده ماشي صح بس هي للأسف حاجة مش صحية إنه أنا أدخل لجسم دهون وبروتين بس طب بقيت الحاجات الجسم يبقى محتاجة طب لو حد عنده سكر السكر ممكن هيوطي الأنسولين في جسمه قوي لهم بياخد سكربوهيدرات مش بياخد أي حاجة فيه سكريات لو حد عنده القلب الدهون يعني انسداد الشرايين دوت بيجي من لو نسبة الدهون في الدم كوليسترول نسبة الدهون في الدم عالية طب هيعمل ده ازاي مش هتبقى مناسبة لكل الناس ولا لكل الأعمار لو حد عجوز قوي لو مثلا أطفال صغيرين فيه أطفال بيكونوا وزنهم زائد شوية مش هينفع ليهم أنا مش هقدر أمنع طفل من حاجة مثلا وقولوا لا انت هتاكل دهون وتاكل بوتين طب ما انت في حاجات محتاجها علشان تساعد الطفل على النمو يعني انت عندك المرحلة اللي هو صغير لغاية 18 سنة كل دي يسمع مرحلة طفولة لحد 18 سنة محتاج فيها نموه محتاج عناصر غزائية معينة مش هقدر كده ممكن يبوز لي حاجة تانية يعني مثلا بصلح في حاجة شكل جسمه خاسس بس هو نموه مش مزبوط مش متوازن مثلا لو بنوتا لسه صغيرة وجسمها مليان شوية مش بيكون ده لطيف لها يعني هو مش بيكون لطيف لها ان هي مثلا تاخد حاجة معينة وتبعد عن بقية الحاجات بقية العناصر الغزائية يعني انا لازم يعني احسن نظام احسن نظام اللي هو انا باكل كل حاجة حتى لو حاجة انا نفسي فيها حتى لو شوكولاتة الصبح مفيش مشكلة بس كمية صغيرة دي احسن حاجة باكل قدار باكل فكهة باكل بروتين طبعا باكل دهون بس مش بكمية كبيرة باكل بروتين بس مش بكمية كبيرة اي حاجة لو زودت فيها ونقصت حاجة تانية ده مش طحيل الحاجة التالتة هي زي ما انا قلت ان الدهون هتبدأ تقل كمان الدهون الداخلية اللي الجسم بيعتبرها وسادة او مخدة بتحافظ على حاجة زي الكلا زي الكبد هي شايلة او وسادة نسبتها الاعضاء الداخلية اللي بيحصل انه للأسف مع اتباع النظام الغذائي الخاطئ زي النظام الكيميائي مجموعة من الاسابيع بيحصل ان الوسادات دي او ان الدهون دي بدأت تقل وبدأت تخلي الاعضاء الداخلية تقع وفي حالات كتير احنا شفناها حصلها سقوط في اعضاء الداخلية زي الكبد زي الكلا حصل فيهم سقوط وبالتالي هي مشكلة كبيرة قوي وبتنقل ويخش العيناء المركزة وتحصل لها مشكلة كبيرة جدا احنا في غنى عنها الحاجة اللي بعد كده من المشاكل المشكلة الرابعة هي ضعف العضلات اللي ممكن يحصل وضعف العضلات دي ممكن تأثر على العمود الفقري وتأثر على بعض المفاصل فنلاقي ان حصل انزلاق هدروفي عند شخص او حصل ديسك عند شخص او حد جاله مشكلة في رجبته سبب انه عمل ضايت فترة طويلة غلط فحصل له وهن في العضلات لانه نزل من العضلات فدي عملت مشكلة كبيرة بعد كده في فقراته او في حاجة فالأسف وصلته لمرحلة العجز الحاجة اللي بعد كده من المشاكل والمشكلة الخامسة هي ان ممكن يحصل حصوات في الكلة او حصوات في المرارة او يحصل فشل كلوي او يحصل فشل كبدي ودي من المشاكل الكبيرة جدا اللي ممكن تحصل عندنا لان دي حاجة خطيرة جدا وممكن تدخل الشخص كمان في كومة او غيبوبة او حاجة ما شابه ذلك فدي من المشاكل اللي احنا يعني لازم ناخد بالنا منها كويس اوي 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 دي كانت المشاكل اللي ممكن تحصل طب ازاي نعمل تنظيم غذائي سليم التنظيم الغذائي السليم ده مايقصرش على صحتنا ويحافظ على بشرتنا وعلى الفيتامينات والأملاح المعدنية عندنا والأمور عندنا تكون مظبوطة جدا التنظيم الغذائي بيعتمد على بعض العناصر الغذائية اللي موجودة في التنظيم يعني لازم ناخد نشويات لا تقل عن 60% من الوجبة الغذائية بتاعتنا لازم البروتينات 30% من الوجبة لازم يكون كمان فيه دهون الدون دي ممكن تبقى من 5% ل 10% مش لازم الدون تبقى دون صريحة ممكن الدون دي تبقى معلقة زيت زتون ممكن تكون الدهون الهيدن فاتس او الدون المستخبية في اللحمة او مثلا الدون اللي في البيت او الدون المفيدة زي الموجودة في التونة او في الاسباك فلازم يكون فيه دون في الاكل الحاجة اللي بعد كده 10% الياف زي الخضار والفكة لان ده كمان اللي بيحتوي على نسبة الفيتامينات المهمة زي فيتامين الف وفيتامين بي وفيتامين سي المهم كمان للمناعة ومهم الخلايا وتجدد الخلايا عندنا وفيتامين دال اللي بيحافظ على قوة العضل فلازم يكون الغذاء بتاعنا غذاء صحي ومتزن ومفيد ويكون كمان الغذاء فيه تنوع من المصادر الغذائية اللي احنا بناخدها ومش بس الاكل لكن كمان لازم يكون فيه كمية مية جنب الاكل عشان يحصل امتصاص الاكل وكمان موعيد الاكل دي نفسها تكون موعيد مزبوطة علشان نحافظ على كميات الاكل بتاعتنا السليمة وعلى التنظيم الصح مش بس كده ممارسة الرياضة كمان جنب الاكل اللي احنا بنعمل لكن احنا في النهاية ضد التنظيمات الغذائية الخطاقة اللي هي بتجيب مشاكل صحية واللي هي بتعمل اضرار صحية ومخاطر على الجسم وده كتير قوي من الناس مش فاهمه لان هما بيبقوا جاستن هما بيعملوا التنظيم الغذائي فيفضل لكل واحد بيشوفنا النهاردة من السادة المشاهدين لما تيجي تنظم اكلك وعايز تخص يريد تروح لحد متخصص الحد ده ينظم لك اكلك بصورة سليمة ما تفرحش بانك تعمل تنظيم غذائي سريع ينزلك في الوزن بشكل سريع او تعمل رجيم من رجيمات الموضة اللي هو يبدأ يديك نتيجة والنتيجة دي للأسف بتبقى كلها نتيجة سلبية بتدمر صحتنا وبتجيب لنا امراض ومشاكل صحية كبيرة جدا وبتعمل مخاطر كبيرة جدا على صحتنا واحنا ما بنبقاش فاهمين ده فلكن خلينا نعمل النظام الصح عشان ما نهدرش وقتنا وناخد كل العناصر المهمة الغذائية وكل الفيتامينات اللي جسمينا محتاجة وناخد ده بشكل صح بتوزيعات صح بسعرات حرارية سليمة بوقت سليم كل ده مع طبيب مختص عشان نوفر الوقت اللي احنا ممكن يعني نضيعه في ان احنا اسابيع كتير وما نخسش وده كان الرجيم الخطر لان فيه تنظيمات غذائية خطيرة احنا بنتبعها عشان كده بنقول لكم لاش رجيمات الموضة وعملوا تنظيمات غذائية سليمة احنا ننصح الناس نقول لهم يعني لازم يتبعوا نظام صحي متوازم يعملوا تحليل ويشوفوا يروحوا الدكتور ويشوفوا يعملوا يطلعوا على جهاز اللي هو بيقيس كل حاجة في الجسد ايام hearing ايام الموضة في الجسد اشوف انا صحياتي تقدر يمكن هذا الضائب الناسrs انا عمر اسمح انا انا اquel دهون و ايأكل بروتين اع لا هتخص فيه في فترة عليلة بس مجرد لما أملت مثلاً أسبوع فريق أو ثلاث أربع أيام فريق هدخن مثلاً ممكن كل يوم لغا ممكن أدخل من كيلو لكيلو ونصف اثنين كيلو مش هبقى سعيدة هلاقي نفسي دخنت مرة واحدة من أسبوع طب أنا عمل ضايد بقالي خمس شهور وخاسس مثلاً 30 كيلو ولا 40 كيلو أو 50 كيلو في الفترة الأوليلة دي هاجي مثلاً أدخن تاني أنا هكون هأحبط دي حاجة مش مش يعني مش تحية مش تحية لكل الناس خلينا نبقى متفكين ان الحاجة اللي هي صلى كل الناس اللي أنا ااكل كل حاجة بكميات اللي جسمي يستفيد بيها بس اللي هو جسمي يبقى محتاجها ما زودش عن احتياج لا اعاوز الجسمي ولا اقلل من احتياج جسمي يعني أنا اشوف انا محتاجة ايه وااا ااااا وااكل بالزبط على قد احتياج انا زي ما قلت لحضرتك لو مثلا محد 100 كيلو بندرب وزنه في 30 يطلع لي 3000 سعر حراري 3000 سعر حراري ده لو انا اخدت اقله بس من 500 سعر حراري انا هخس اقل من سعر حراري واحد هخس ان شاء الله ربع كيلو في الاسبوع هخس بالراحة لما اخس بالراحة ده هيبقى صحيا انا كويسة اقدر اعمل حاجه هفضل هخليه لايف ستايل اقلل لو انا مثلا حد بيأكل طبق روز مليانه لو كان طبق روز اقل من 3 معالق هيخس يعني لو كان اقل من الربع هيخس لغاية لما معدته تتعود يعني مثلا العمليات اللي هي التكميم وقص المعده ده المعده ستريتش تمام فهو المعده لو انا بصغرها واحده واحده بالاكل لو انا مثلا بيأكل نصف فرخة او بيأكل طبق روز مليانه لو شلت ربعه هاجي بعد كده مش هقدر اكل طبق روز تاني لو مثلا شهر بيأكل طبق روز الا خمس معالق بيأكل نصف فرخة الا ثلاث حتت حتت صغيره بيأكل مثلا بشرب مثلا معصير مثلا بس اقلل حاجه صغيره هاجي اخر الشهر ياخس الشهر اللي بعد اقلل معلقه كمان اقلل حته كمان اقلل لو باكن رغيف او باكن رغيفين كفاية مثلا رغيف ونصف نقللها واحده واحده لحد ما معدتنا تتعود وتصغر بعد كده مش هتقدر هي تاخد الاكل الكبير هي معدتي بعد كده مش هتقدر تاخد الاكل الكبير فكرة تكميم المعده او قص المعده تعتمد على فكرة ان المعده صغيره فاينه ما بتاكله بس المعده ستريتش لو حد تزودها بالاكل واحده هترجع تاني زي ما هي هترجع تاني زي ما كانت هو افضل حاجه ان انا بيأكل خضار بيأكل فاكهه بيأكل بروتين اللي جسمي يحتاجه بيأكل دهون اللي جسمي يحتاجها بيأكل كربوهيدرات اللي جسمي يحتاجها مامسكش بحاجه واحده بس وقوله عشان اخص بسرعة ما نستعجلش عن خساسان ما نستعجلش عن شكل الميزان يبقى ايه مش مهم المهم ان شكل جسمي يبقى في المراية شكل جسمي في اللبس يبقى اعمل ازاي الحقن علشان يخص بسرعة دي بتبقى ممكن يعمل مشاكل كتير هي ممكن تعالج حاجه اللي هو زيادة الوزن او الادوية اللي هو السابلمنت اي حاجة تعالج زيادة الوزن بس مثلا تبوز حاجه تانية مثلا زي الهرمونات تبوز شكل جسمي عامل ازاي جسمي ما يبقاش مشدود اخص على الميزان ممكن اخص مية وانا جسمي بقى محتاج المية وانا اخص مية كتير ممكن ممكن مخصش يعني الدهون اللي انا اخصها ممكن اخص من مناطق مش مستحب لنا اخص منها واضخا من مناطق تانية بس يبقى شكل على الميزان خاسس هنا بقى الرياضة بتعمل الشكل الجسم يكون كويس بتعمل شكل الجسم بيكون شكل متناصق شكل سليم بيبقى دهون متوزع على الجسم كله ما يبقاش فيه حتة ازيد من حتة ولا حتة انا هنا باتبع نظام غزائي سليم اللي الجسم يحتاجه برضو مع الرياضة الرياضة بتغير شكل الجسم تماما الرياضة بتغير شكل الجسم الناس اللي بتلعب رياضة مشان قول رياضة بتخسس ولا بتتخن لا هي بتغير شكل الجسم هي عندنا الفرق بين الدهون والعضلات وما فيش حاجة اسمها الدهون بتتحاول العضلات ولا عضلات تتحاول لدهون كل الفكرة ان كيلو الدهون بيبقى عامل زي كيلو القطن منفوش كده وكتير كيلو عضل عامل زي كيلو الحديد يعني الدمبل بيبقى كيلو كده بس كده شكله صغير بس ده العضل اللي هو الحديد والدهون هي اللي بتبقى كده ممكن انا منقصي على الميزان بس ممكن لما اعمل بادي كومبيزيشن ايه ايه الاقي ان انا الدهون قلت والمسلز بقت كويسة فشكل جسمي بقي احسن في اللبس انا بالبس مقاس اصغر موسيقى في انشطة كثيرة ببنادي عاملها زي ان هو دايت والكلام ده عندنا هنوط مدربين كمان حتى بيساعدونا في نظام دايت او حتى المناطق اللي انتو عايزين تخلصها مثلا لو عايز تخلص من الابس من الرجل من اي حاجة بيقولك ايه الاجهزة المعينة اللي انت مفروض تركب عليها وتشغلك اكتر وايه البرنامج اللي تقدر انت تستفيد بيه يخصيصك المناطق اللي انت عايزها في اي وقت وفي ناس معانا هنوط خاصت كثير في وقت قليل وانا من الناس دي على فكرة انا خاصت عشرة كيلو تقريبا برياضة ودايت بسيط يعني يعني مش مش كنت حارمة نفسي من اي حاجة يعني كنت باكل زي ما انا عايزة بس رياضة اكتر يعني وفكت جسمي شوية اين ودايت ممتاز لما بيكون في حاجة محتاجها المداربة بتقولي عليها بمش عليها ممتازة والنادي هنا يعني بصراحة ما فيش بقى يعني كل حاجة بنحتاجها بنلاقيها بتهيقلي ده اساس قناة الاهلي لازم تعمل كده لانه ما كانش قناة الاهلي للنادي الاهلي لرياضة البدنية يهتم بفكرة زي كده ده احنا كنا بنطلب بحاجات تانية كمان اكتر خاصة بالدايت في النادي فلما انتو تهتموا بالرياضة اللي خاصة بالدايت وبالذات ان هو في الجم بالذات معظم السيدات اللي جايين طبعا للأسف يعني هم اغلبهم جايين عشان يخصوا بس هو الرياضة انا شايفها انها مش للتخسيس بس انا شايفها للحالة المعنوية للحالة الصحية عموما دي حاجة في حياتنا بتبقى المفروض زي الاكل والشرب زي اي حاجة في حياتنا بنمرسها لصحتنا العامة لكن بالنسبة لانه التخسيس ده حلو اوي هم الكبات ان هنا بيتابعوا مع الناس كلها الحقيقة وكل واحد على حسب حالته وبيوجهوه دي حاجة جميلة جدا عجبتنا فيها يعني انا قبل ضايت ما كنتش بصل موضوع ده نهائي لا الرياضة حاجة مهمة جدا انا ان شاء الله انا نويت ان انا لما انزل للشاب اللي انا عايزة مش هبطل الرياضة مش هبطل الجيم باذن الله طول ما ربنا مديني عمر انا مش هبطل الجيم يعني الرياضة حاجة مهمة جدا دي ما كانتش في بالي قبل كده واكيد مش في بال حد كتير بس ان البرنامج يوجه حاجة زي كده دي حاجة يعني طبع نايس جدا يعني حاجة كويسة جدا لأي بني قدم طفل بنت راجل عجوز هتلاقي حتى كون في الكلاس اللي مع دوني كانت في ناس كبيرة في السنة فالرياضة مهمة جدا لأي عمر دي حاجة كانت بعيدة عن عيني خالص لكن هي فعلا حاجة مهمة جدا كويس جدا البرنامج بيحافز لحاجة زي كده طبعا حلوة قوي بيقالات الأهلي كانت حاجة زي كده دلوقتي عرفنا ان النظام الغذائي الصحي لازم يكون اسلوب حياتنا نشوفكوا في حلقة جديدة من الأهلي دايت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة